لم تدعي الحرب شيئاً إلا وقضت عليه السياسة والاقتصاد والبنية التحتية وغيرها من مظاهر الحياة حرب تسببت في تصدع قيمة العملة الوطنية فخسفت بأسعار السلع والخدمة هنا في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي تحولت المدن إلى سوق سوداء يلهث حولها الناس بحثاً عن غاز وخبز وغذاء ومثلها أيضاً تختنق مناطق سيطرة الشرعية بأزمات مماثلة لكنها أقل حدة في ظل حضور السلطة المحلية وأعمال الرقابة في معظم المدن الرئيسة وعلى رأسها مارب ومثلما وصلت التحركات السياسية الهادفة لإنهاء الحرب إلى ذروتها بعد خمس سنوات لا تلوح في الأفق بوادر حل لوقف الانهيار الذي يضرب الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية فخلال العام 2019 عادت العملة الوطنية إلى التدهور متجاوزة سعر الستمائة والعشرين ريال للدولار الواحد منذرة بالوصول أيضاً إلى مستويات قياسية في العام المقبل يذهب مراقبون إلى اعتبار أن الفشل في إنجاز ما اتفق عليه في استوكولم بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين من جهة وما لم تلتزم به قوات المجلس الانتقالي في اتفاق الرياض من جهة أخرى هو السبب الأبرز الذي أدى إلى تسارع الأزمة الاقتصادية نتيجة منع الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها تسارع ساهم في انخفاض العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وهروب رأس المال المحل وتوقف الحركة التجارية الأمر الذي فاقم من حالة الوضع الإنسان وانعدام فرص العمل ودخول مئات الآلاف من المواطنين دائرة الفقر حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها البلد أدى إلى تفكك الهياكل الاقتصادية وانقسامها كالبنك المركز الأمر الذي حال دون دفع رواتب الموظفين وضع استدعى تبني الأمم المتحدة الدعوة لتنفيذ الشق الاقتصادي لاتفاق استوكولم وذلك بهدف جمع إيرادات النفط والغاز بحساب خاص في فرع البنك المركزي بحديدة ودفعها لاحقا كرواتب للموظفين وهو الأمر الذي فشل بسبب رفض ميليشيا الحوثي وأمام ضبابية المشهد نتيجة التقلبات السياسية تبدو الأوضاع مهيئة أكثر لمزيد من التدهور خاصة في حالة عدم الالتزام بمقرارات اتفاقي استوكولم والرياض والذي لا يمكن اعتباره وفق مراقبين حلا جدريا للوضع الاقتصادي إلا أنه قد يساهم في الحد قليلا من وطيرة الانهيار الذي يضرب العملة الوطنية